السلام عليكم وإنه وسهلاً مرحباً من جديد إخوان إذا كنتم من مستخدمي أبل ولديكم أحد هذه الأجهزة آيفون، ماكبوك برو، آي ماك، آي واتش وغيرها من الأجهزة فأعلم أخي الكريم بأنك مستهدف وسيخترق جهازك أو ربما قد أخترق من طرف برمجيات خبيثة جداً إخواني وصعب أن يتم اكتشافها اليوم إخوان قامت شركة أبل بحث جميع مستخدمها على تحميل آخر نسخة صدرت اليوم النسخة بالنسبة للآيفون 14-8 بالنسبة للماكبوك برو وهي 11-6 من بيك شور وهذه النسخ إخوان هي نسخ لحل أو سد هذه الثغرة الخطيرة جداً يجب تحديث جهازكم حالاً إخواني لتبقوا في مأمن ما هو الموضوع؟ هذه البرمجيات الخبيثة إخواني تستهدف تطبيق iMessage جميع هذه الأجهزة طبعاً تستهدف من خلال ثغرة في تطبيق iMessage وجميع الشكوك تذهب إلى الشركة الإسرائيلية NSO Group الخاصة أو المختصة في مجال الإختراق وصاحبة تطبيق أو برنامج بيغاسوس اللي أثار الجدل مؤخراً إذن إخوان كيف وقع المشكلة وكيف عرفت هذه القصة؟ أن هناك عدة شركات أو عدة مجموعات خصوصاً مجموعة The Cityism Lab وهذه المجموعة إخواني اكتشفت بأن أحد هواتف نشطاء أحد النشطاء السعودين تم اختراقه من خلال برمجيات خبيثة وستهدف الآيفون الخاص به من خلال ثغرة في iMessage وحسب هذه المجموعة The Cityism Lab بأن الاختراق يأتي طبعاً من 6 فبراير أو من شهر فبراير 2021 يعني الموضوع يعني وأبل نايمة ولكن اليوم اكتشفوا الثغرة وقاموا بإغلاقها من خلال هذا التحديث إذن أخي الكريم ضروري جداً أن تقوم بتحديث جهازك لغلق هذه الثغرة وحتى لا تكون يعني هدف لهذه المجموعات الخطيرة لذلك إخوان الموضوع بسيط جداً كيف سنقوم باكتشاف هذه النسخة وكيف نقوم بتحديث إخواني الهواتف سأعطيكم مثال عن الآيفون الخاص به الاثناش برو ماكس وأيضاً الماك بوك برو كيف سنقوم بعمل تحديث فالطريقة سهلة جداً إخواني أنا سأستخدم آتوماتيك إبديت ولكن مع ذلك لاحظت بأن النسخة يعني متوفرة اليوم إذن سنذهب في الجانب هناك تصوير الشاشة نذهب على الجنرال وتذهبون بعد ذلك على أبوت نشوف النسخة نسخة اللي لدي الآن على الآيفون هي 14.71 لكنه ذهبنا على software update وننتظر بأن هناك نسخة حديثة ستشاهدون إخواني في الجانب نبقى مع بعض وتشاهدون بأننا أمام نسخة حديثة أصدرتها أبل وهي نسخة security نسخة لغلق هذه الثغرة الخطيرة اللي اكتشفت مؤخراً واللي هي النسخة 14.8 الآيفون لازال يبحث عن هناك نسخة ننتظر ما هي إلا لحظات وستظهر إخوان النسخة كما تشاهدون ظهرت معي النسخة iOS 14.8 نسخة للسكوريتي ضروري أن تقوموا بتنزيلها كما يظهر إذن تنزلوا هذه النسخة إذن ما عليكم سوى download and install بعد هذا الفيديو سأقوم بتحديد جهازي على الفور نشوف الإخوان الآن بالنسبة للماك أيضاً ستذهبون إلى الماك وطبعاً الموضوع بسيط جداً تذهبون على about this mac وتذهبون إلى المعلومات وتتغطون على software update كما تشاهد بأن النسخة أنا كانت عندي هذه النسخة اللي تشاهدون الآن يبحث عن التحديثات وتصرح بأن هناك نسخة هذه حديثة 11.6 11.6 يجب تحديث الماك الخاص بكم هذه العمل اللي ستقومون بها إخواني وتحموا أنفسكم قموا بتحديث أجهزتكم على الفور إخواني ونسأل الله السلامة كان معكم أخوكم محمد بن قناة Secret of Net دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى والبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر